بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أحاديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أنوار فيض من الأنوار وبحار من الأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ملأ لبنا وملأ حياتنا بيها وعشان كده مهما اسمهت أي حديث من أحاديث رسول الله عليه وسلم تستطيع أن أنت ترتوي وتستطيع أن أنت تتنور وكل ما تشرب من أحاديث رسول الله عليه وسلم كل ما تحس أن أنت كمان اشتاقت الحضرة النبي ومش بس اشتاقت الحضرة النبي كمان قلبك تغزى بنور عجيب يجعل كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ينور قلبك كمان ينور طريقك ويمكن دوت معنا من معاني قولي تعالى أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس أصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن فيكم رسول الله يبأ إذن تعالوا نسير مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف نور من أنواره ما أحد من الذين كانوا من أكثر الناس متابعة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا ولا إن أمشي لا من اللي بيقول كده حضرة النبي ولا إن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة مسجد النبوي شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أبضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له سبت الله قدميه يوم تزول الأقدام الحديث ده لما يسمعه بحس إيه ده أنوار فيض من النور حاجة كده خير عميم تحس كده والله تحس كده أن القلوب لو عاشت بهذا الحديث القلوب تخضر تخضر بنور يوصل أهل الأرض بأهل السماء تعالوا نسمع الحديث مرة تانية ونشوف حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوصف لنا هذا الباب من أبواب الخير سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقول عن حضرة النبي أنه قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا ولئن أمشي في حاجة ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه أمضاه ما لأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له سبت الله قدميه يوم تزول الأقدام يا سلام على جمال حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيذكرنا أني أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال لله سبحانه وتعالى هو ما به نقوم بالخدمة ولو ركزنا شوية هنلاقي أني أحب الناس إلى الله هو اللي هيتحقق في أحب الأعمال وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو أنت عايز تبقى من أحب الناس لازم يتحقق فيك أن أنت بتعمل بأحب الأعمال إلى الله ولو عملت أحب الأعمال هتكون من أحب الناس عند الله بعد كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأعمال لأن ربنا بيحبها في شكل مفصل كده بس تعالوا بس في بداية الحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على أحب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله على لسان حبيب الله يبقى ده حب في حب وكأن الحديث بيعلمنا حاجة مهمة جدا أن قيمة الحب قيمة مركزية عشان ندخل على الأعمال اللي جاية كلها بالحب وما أنت ما تجيش تعمل الأعمال وإنت مش حاسس بقيمة الطريق اللي أنت ماشي فيه إحنا ماشينا على حضرة النبي كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبيبكم الله طب نعمل إيه عشان نكون ممن أحبهم الله أهو نعمل أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو إيه سرون تدخلوا على مسلم واللي عيعدت بقى الحديث بقى جملة من الأعمال تخليك وكأنك تفهم مفهوم أنا بحب أسميه الحب الحياتي إزاي تحب الناس وتحب الحياة وتحب في تفاصيل الحياة فتكون تفاصيل الحياة باب مفتوح عشان تعرف ربنا وتتقرب من ربنا فما تقرب إلي المتقربون كما قرب بالعزة في مراوحة حضرت النبي عن رب العزة وما تقرب إلي المتقربون بأحبة مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب يبقى إحنا لازم نشوف الأعمال اللي إحنا لو عملناها توصلنا لحب الله والأعمال دي لو التزمنا بيها هتكون من هنكون من أحب الناس إلى الله فحضرت النبي عدنا خمس حاجات خمس أعمال الأول أول باب من أبواب السعادة أول باب من أبواب حب الله لأن إذا أحبك الله إلا حاصل فكرين الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وده الذي يبتش به وقدمه الذي يمشي به ولا إن سألني لأعطينا وللإستعادني لأعوذنا يا سلام إيه كلام ده كله ده أهو تعالوا بقى ندخل بقى بالحب ده على الأعمال اللي يذكرون أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل ادخال السروري على قلب المسلم وكشف الكرب عن الناس وإطعام الجائع وكزم الغيظ والسعي في قضاء الحوائج تعالوا بقى نرتبوا مع بعض ونحطهم في خط ناظم كده إيه الجامع ما بين الخمس حاجات دي أول حاجة السروري اللي تدخلوا على المسلم وتاني حاجة كشف الكرب وتالت حاجة كمان تالت حاجة مع السروري اللي تدخلوا على مسلم وكشف الكرب عن الناس إيه اللي بعد كده اللي بعد كده إطعام الجائع وبعد كده كزم الغيظ والسعي في قضاء حوائج الناس الحديث ده حديث اسمه جمال الخدمة جمال اللي انت تكون في خدمة الناس بتعمل ايه تفتح لهم باب السرور طب اذا ما قدرتش تفتح لهم باب السرور تكشف عنهم الكرب يعني واحد غع عليه غم او 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 مش قادر يفرح بتعمل ايه تكشف عنه الكرب طب ايه اللي حاصل طب ولو عنده مشكلة اقتصادية تطعم الجائع كمان طب وانت بتطعم الجائع ده لو واحد ما احترمكش ما قدركش ما عرفش ايه تكشف من الغيس وإن اللي حاصل وفي ده كله تسعى في قضاء حوائج الناس خلونا كده نقف عند كل واحدة من هذه يبقى هذا الحديث هو خماسية الخدمة خماسية الايه الخدمة وانا اقول لكم في الاخر خالص ايه جمال الخدمة وفوائد الخدمة يبقى اول حاجة سرور ان تدخلوا على مسلم ادخل السرور على قلب الناس ثوابه عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وثوابه الجنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيابيه وأمي صلى الله عليه وسلم من ادخل على اهل بيت من المسلمين سرورا ماذا؟ لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة الله يعني لو واحد فرح أهل بيت وادخل عليهم السرور ربنا لا يرضى له ثوابا إلا الجنة طب ليه ده؟ عارف ليه ده؟ عشان فيه حاجة مهمة جدا السرور اللي انت بتدخله على قلب حد عارف بيعمل ايه؟ بيزود علاقته بالله بيخليه يحس بنعمة ربنا ويا سلام لما تسمع الناس لما تدخل السرور على قلبهم فإن اللي حاصل؟ فيقولوا الدنيا لسه بخير ولا لما تدخل السرور على حد فينكشف عنه الغم والهم فيقول الحمد لله ياه يبقى انت فتحت له بابل ايه؟ للدخول على الله فربنا يفتح لك بابل الدخول عليه بس أعز وأكرم فيدخلك الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ربنا يفتح لك بابل الجنة يبقى في حديث آخر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث سنده ضعيف ولكن بيؤخذ طبعا به في فضاء العمل إن من موجبات المغفرة حضرت النبي بيقول لنا إن من موجبات المغفرة ادخال السروري على أخيك تبقوا ليه بقى ده من موجبات المغرفرة؟ لأن الجزاء من جنس العمل مش أنت فرحت الناس وادخلت السرور عليهم على قلبهم فييجي ربنا يفرحك بس فرحت ربنا ليس كمثلها فرح فربنا سبحانه تعالى يفرحك بالمغفرة ويفرحك كمان إن هو تلقى أعظم سرور لما تدخل عليه وأما الذين سعدوا ففي الجنة يا خالدين آه سعادة الجنة فربنا يدخل عليك السرور ويسعدك هالجزاء والإحسان إلا الإحسان؟ حد تانية إنك تكشف كربة عن حد إحنا كلنا عارفين إن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام بس تعرفوا حضراتكم إن تفريج الكربات سبب في استجابة الدعوات وده مهمة جدا مهمة جدا 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 إن أنت لما تفرج كربة على حد ربنا يستجيب دعوتك ويمكن كتير من الناس ما يعرفوش ده اسمها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول المعنى ده إن تفريج الكرب إيه اللي حاصل؟ يكون سبب من أسباب استجابة الدعوة فحضرت النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بيقول إيه إزاي ده بيكون سبب لاستجابة الدعوات فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن تستجابة دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر يا سلام حديث ده حديث روال إمام أحمد وحديث رواة السقاط وحسنة وبعض الأيام والحياة اللي بعد كده الحياة التالتة بقى أو تطرد عنه جوعا تطرد عن المسلم ده جوعا شوف كده الكلام تطرد الجوع وكأن الجوع ده وحش عايز ينال منه فأنت تجر وراء لغاية ما تطرده تطرد الجوع من أحب الأعمال إلى الله لأن ألم الجوع ألم مش بس بيوجع المعدة أنا آسف يعني ألم بيوجع الكرامة وألم بيكسر الأشخاص ويزل أقدام الأولاد والأهل ويمكن بسبب ده المصرين قالوا آه يمكن كده قالوا قالوا الجوع كافر وعال ده سب القضاء الله أبدا ده هما بيقولوا إن الجوع ده بيخلي الواحد ما يحسش بنعمة ربنا ويمكن دي ترجمة الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع تاني كده ما آمن بي من بات شبعان من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم وعشان كده لما جي الأعرابي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله يا سلام فقار يا رسول الله علمني عملا يدخلوا لني الجنة فعرض النبي قال له من ضمن الحاجات اللي ادخلوا الجنة قال له ماذا فأطعم الجائع واسق الضمآن يا سلام يعني الحاجة دي ادخلني الجنة نعم ما ادخلكش الجنة ازاي وما ادخلكش الجنة ازاي وانت سأيت واحد واطعمت حد وخليته يحس بنعمة ربنا مش هو الله سبحانه وتعالى يطعمني ويسقين هو مين اللي بيطعمه يسقي ان شاء الله فانت لما اطعمته واسقيته هو يحس بتجليات أنوار الله ويحس بان ربنا اطعمه واسقاه فيدخل على الله فساعتا انت مكنش بتخدم الشخص ده ولا انت بتطعمه وتسقي من عندك لكن الله هو الذي اطعمه واسقاه رابع حاجة كازم الغيظ ودي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي محتاجة صحيح تدريب بس اجراها عظيم الحاجة دي من اعظم الاشياء اللي ممكن يعملها الانسان عظمة كازم الغيظ في القدرة على التحكم في النفس وصدها وصدعها عن الرعونة فتلاقي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عن اللي يكزم غيظه ربنا يملأ قلبه ورضا وفي حديث تاني يقول دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يعني اللي يكزم غيظه ده ربنا يجيبه على رؤوس الخلائق يوم القيام حتى يخبره الله سبحانه وتعالى ماذا حتى يخبره الله سبحانه وتعالى بين في الحور العين المشاء يعني ايه اللي حاصل طيب ليه طيب لان هو لما كذا مغيظه ايه اللي حاصل كانت ممكن نفسه الأمارة بالسؤولة تقوله هي دي رجولة دي انت مقدرتش تاخد حقك لكن هو لما عمل كده الله سبحانه وتعالى يحسسه بالنعيم فيديره من النعيم ما يجعله يحس بأنه فعلا أن الرجولة هو أن تدخل في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهو عاهد الله سبحانه وتعالى على أنه يكون من أهل الحلم ومحسن أخلاق فعمل كده وعشان كده نلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيوصينا بله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلا حاصل ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الإحسان وعلى الجزاء والإحسان إلا الإحسان ولذلك ما تستغربش أن اللي بيأخذ مغيظه يكله كل ده ولذلك سيدنا الإمام علي كان بيعطي حكمة فيما يتعلق بمسألة كذم الغيظ ليه طيب لأن كذم الغيظ ده إيه اللي حاصل باب من أبواب النور ولذلك حضرت النبي يقول له دم على سيدنا الإمام علي يقول كرم الله أجهه دم على كذم الغيظ لما تداوم على تحمد عواقبك يعني يداوم على كذم الغيظ تحمد عواقبه على فكرة تحمد عواقبه في الدنيا قبل الآخرة يعني مش هتندل لو أنت كذم تغيظك في كتير من الناس تقول لك أنا أكذم الغيظ وبعد كده إيه اللي يحصل وبعد كده الناس تستقل بي وتأزيني لكن كذم الغيظ ده خدمة من خدمات الناس عارفين كذم الغيظ كمان ليه معنى متاني يتعلق بالخدمة اللي يكذم الغيظ من الناس الناس تحس إنه لسه الناس فيها رحمة أنت بتبقاش متصور أن أنت لما تكذم غيظك الشخص اللي بيشوفك وانت بتكذم غيظك إيه اللي حاصل بيسري إلى قلبه نور ولذلك إيه اللي حاصل هو ده اللي بيخلي ثواب كذم الغيظ ده ثواب واسع الحاجة خمسة كمان اللي تكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السعي في قضاء حوائج الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مرتين علشان يأكد على المعنى ده في المرة الأولى قال صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا وفي المرة التانية بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال ومن ماشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدمي حين تزول الأقدام فألاحظ أن المرة الأولى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن السعي معنا في حاجة الناس أفضل من عبادة الاعتكاف بس الاعتكاف في جمال فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ده؟ ليه كده؟ عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المقام العالي يعني مش اعتكاف في أي مسجد لا اعتكاف في هذا المسجد وإلا هيعمل كده ويكمل جميله للآخر بحيث أن هو يعمل إيه؟ يبقى ده طبع فيه مش مجرد مشوار وخلاص وراح لا ده بقت 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 أخلاق من أخلاقه بيبقى جزاء وإيه؟ إن ربنا سبحانه تعالى يثبت قدمه يوم القيام لإني إيه اللي حاصل؟ هو ثبت على هذا الخلق فربنا سبحانه تعالى ثبت قدمه على هذا الأمر نعمل إيه بقى؟ تعالوا نشوف الحديث ده ونشوف إيه الخمس حاجات اللي احنا ممكن نعملهم وإيه الخمس قيم اللي احنا بنتكلم عنهم؟ احنا بنتكلم على الخدمة والخدمة دي يا سيدي حاجة عجيبة جدا جدا شوف كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الأول خالص بيتكلم على السرور الفرحة الإسعاد ولذلك إنت لو كنت عايز تعرف إنت إزاي تكون شخص قريب والقريب من الله قلبه رقيق عايز تعرف معايير رقة القلب شوف الخمسة دول شوف أنت نفسك بتحب تشوف الناس فرحانة ولا لا الخمسة دولة هم اللي بيبينوا رقة قلبك وكمان حبك للخد أول حاجة بتحب تشوف الفرحة في عينيون الناس ولا لا بتحب الناس اللي محتاجين والمكتئبين واللي عندهم حزن ولذلك إلا حاصل لا تخلي يوم من أيامك أن أنت تكون سبب من السرور الناس طب إذا ما لقيتش حد تكون سبب في السرور أهل بيتك أنت لأنهم مجداخلين في الحديث خليهم يفرحوا بحاجة صغيرة أو بكلمة حلوة أو بتشجيع يبقى أول حاجة السرور ده عبادة عجيبة من عبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بيها أبواب الجنة ليه لأن السرور ده اللي حاصل بيحسس الناس بيفتح الناس قلوبهم عشان تشوف نعمة ربنا يبقى أول حاجة أول عايش تشوف رقة قلبك شوفك وأنت بتحب السرور تاني حاجة عايش تعرف رقة قلبك وكأننا احنا بنتكلم عن معايير الايه معايير رقة القلب المعايير الأول المعايير ايه تحب الناس تفرح فيه ناس والعزب الله بيحبوا الناس تتغم الحاجة التانية أن انت تحب أن الناس إيه اللي حاصل يفرج عنها وتحس أن الناس في سعة وتحس أن الناس خرجت من الكرب ده تاني معايير تاني معايير أن انت تحس أن الناس بتخرج من الكرب تالت معايير بقى والمهم كمان اللي انت تحس بيه أن انت عملت ايه أول حاجة أدخلت السرور تاني حاجة كشفت ربنا جاء عليك سبب كشف الكرب ثالث حاجة اطعام الطعام يعني ان تحب ان انت تعمل ايه تخلي الناس في حالة شبعة كل ما تسعى للناس ان هما اطعام الطعام تطعم الطعام كل ما كده بيدل على رقة قلبك ان محدش يتدور من الجوع رابع حاجة ان انت تمنع نفسك من الغل ومن الحقد ومن الانتقام لما تمنع نفسك كده انت رقيق القلب اخر حاجة ان انت تسعى وتمشي في قضاء حوائج الناس لو ان انت بتعمله ده فانت رقيق القلب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب رقة القلب ربنا بيحرم اجسادهم على النار لان الله سبحانه وتعالى حرم النار على كل هين لين سهل ودولة ربنا سبحانه وتعالى وعدهم ان هما يدخلوا الجنة ووعدهم كمان ان هما يكونوا اقرب الناس الى الله اقرب الناس الى الله هيكونوا في منازل العلية في الجنة واقرب الناس الى الله هيكونوا في راحة وطمأنينة وسكون في الدنيا الابواب دي ابواب يرق بها القلوب فياروا المحبوب سبحانه وتعالى من اراد رقة القلوب ليارى المحبوب سبحانه وتعالى ويكون مع قوت القلوب صلى الله عليه وسلم فليدخل السرور على قلب الناس ويكشف عنهم الكرب ويطعمهم وايضا كمان يكظم الغيظة عنهم ويسعى في حوائجهم يا رب اجعلنا من اصحاب رقة القلوب واجعلنا يا رب نسير خلف المحبوب صلى الله عليه وسلم نصر الى المحبوب الاجل سبحانه وتعالى يا رب اكرمنا وطهر قلوبنا واجعلنا من اهل الخدمة فاهل الخدمة هم أكثر الناس دخولا عليك يا رب وأهل الخدمة هم أكثر الناس الذين يرون أسرار جمالك وأهل الخدمة هم أكثر الناس الذين ينادى عليهم بأسمائهم يا رب اجعلنا نصل إلى رتبة خادم يا رب العالمين اجعلنا في خدمة عبيدك لكي نكون من أهل رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين